طيب كرة الماء وكرة الماء يبكي الناس كتيرة متعرفش فترة طويلة جداً 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 منه أنا صغير وإحنا مش عارفين يعني لا نبنكسابش السنة دي الوضع مستلوف فجأة مهمة جداً إيه اللي حصل بقى؟ السنة دي مبسوطة أروح أسما بسوطة بص رحت الكابتن واقل عزت رئيس الجهاز تمام قلت له الكابتن واقل أنا عندي بطلطين أنا بكلم بصراحة شديدة يعني نيفس أكسبهم دوري الهندفول ودوري كرة الماء من الأول السنة مفاجأة طبعاً للنوائل عزت هو أخوه المدير الفني وليد عزت فجيبنا وليد قال له قلت له بص يا وليد الدوري ده والله العظيم من أهم دوريات حياتي أكسبها فاليد بصري كده فقال لي قال لي قلت له لا بكلم بكت أنا بهزرش خليبانك قال لي بإذا أنا بيش نكذلك حلو هم شغالين على ممزومة بقالهم كذا سنة مش النهارده متعاصل العمر عندهم قليل صغير عندهم لعبة روح تفراجت عليهم عينهم عارف إنت حتموت وتكسب يعني كل الامكانات كلها عارف إنت المربع بتأنيد الأهلي موجود فقالتولي تبقى على الله اختلفت أنا وهو بصقه على الهوى مع المدير الفني كابتن وليد على لاعب موجود في أول السيزن ودي بصرح تصريحات مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة إزاي بدوني بتدور فيه العيد كبير في الفرقة في أول السيزن بدون ذكر أسبوع يعني كنا عايز يخرجه كابتن وليد عايز يخرجه عايز يخرجه جالك كابتن وقر رئيس الجهاز قال لي كابتن وليد عايز يعمل كذا 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 فقلتولي أنا مش مختنع بصلاحة شديد هو فاتفقتنا وكابتن وقل حعلك كابتن وليد وقلنا لأ هننكلمه ونشوف يعني يعني الموضوع فعبنا ونروح نرأينا لأ العيد ما اطلعشي مين اللي يصمع رأيه المدير الفني كابتن وليد كابتن وليد عزي حلو قلتولي بص يا كابتن وليد توكلنا على الله بص يا وقل هو المدير الفني وهو يتحاسن قال لي خلاص نتحق يا الله قلتوله اعمل انت دي فرقتك نفس الكلام اسمعينا الكلام بص رئيس جهاز ومدير النشاط بسمعه كلام ومدير الفني مش هشغل الحقيقة ما انا ده اللي تعلمت انا تعلمت ورئيس الجهاز هو وصخ في ناس بتاعته فحنا لازم نسخ لازم ندي السيقة للناس كسب مصري كده قلتوله تمام انت كلامك صح وقلتوله هقولها كل الناس وقول لك دهارده انت كلابك صح انت اللي كنت مسؤول وانت ماشى الله عليك وانجزت وانجزه كمان يعني طبعا حارفين نادي هليو بلس واندي الجزيرة ملقان دي قوية جدا في الويتر بولو لا ما مش اندي واخدين كل حاجة واخدين واخدين على طول هم الساني دي ما شاء الله عليه فرقة قوية جدا لكن قدرنا الحمد لله ربنا يكررنا بعد المرحلة التانية ومعندهم دي البلاي اوف تلت مرحل بعد المرحلة التانية كذبين ستة ماتشوت فكده احنا تقريبا كسبنا الدوري ناصلنا ماتش الشمس في المرحلة التانية كسبنا ماتش الشمس خلصنا الدوري وكان ناقص لجزيرة الجزيرة مش فارقين مش فارقين قمت رايح له قلت لهم بصوا اقول لكم حاجة والله يقولت لهم كده وقابت الوليد قال لي بص احنا لازم بقال لعب كل ناس قلت لهم بصوا لحاجة احنا امش عشان كسبنا هنريح لازم نكسب ونكمل نكسب عشان يسا عندنا سيزن جاي وسيزن وكذا سيزن لازم نحمل كده كويس وبالنسبة ان كابت محمود برضو يعني قريب جدا هيرحلهم لان هو راح لكل الفرق اه اه طلب كابت محمود طلب ان هو يروح لهم كابت محمود خطيب اه هو بص كل فرق بصراحة بيروح لغاية الملعب بتاعها وبينزلوهم بيتكلم معاهم صحيح وهو بصراحة تأثيره عليهم يعني ما شاء الله لا كابت خطيب يعني انت عارف مش عايزين نزيد بتليفون حضرتك بتليفون لا لا يا جميل والله يا ربنا يا كريم ويا ربنا يا وفاو بيستنى لكل خير جدا 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 بيتعباش خطر ان دي فعلا